اشتركوا في القناة من إنشاء وعمارة دور العبادة فقد كان شخصية إسلامية شامخة ورمزا وطنيا كبيرا صاحب الدور الأهم والأبرز في تأسيس وبلورة عدد من القطاعات الدينية بدءا بإنشاء إدارة الشؤون الإسلامية ومراكز تعليم القرآن الكريم في عام 1976 جاء ذلك في كلمة ألقاها مع لي في حفل افتتاح مسجد المغفور لها الشيخ خالد بن علي الخليفة والذي بني على نفقة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة بمنطقة الحمرية في سترة بحضور عدد من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين في الدولة وسماحة شيخ الإسلام طلعت صفا تاج الدين المفت العام ورئيس النظارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا يذكر أن هذا المسجد يعد من مشاريع دور العبادة التي أشرفت الوزراء على بنائها وتبلغ مساحته الإجمالية 511 مترا مربعا ويتكون من دور واحد ويحتوي على قاعة صلاة للرجال تتسع لثلاثمائة مصل وقاعة صلاة للنساء تتسع لأربعين مصلية هذا بالإضافة إلى وقف يحتوي على محل تجارية تقدر مساحتها بـ 37 مترا مربعا الحقيقة اليوم نفتتح مسجد الشيخ خالد بن علي وهو حقيقة مسجد بني من أيام الجد الخالد بن علي في هذا المكان والوالد حفظ عليه كمكان ووصى قبل وفاته أن نبنيه كذكره له ولوالده الحقيقة الحمد لله تطعنا أن نبني هذا المبنى وإن شاء الله يكون في ميزان حسناته بناء على وصيته وإن شاء الله يرحمه ويدخل في حسناته ويجرنا على طاعة أوامره وتنفيذ وصيته